الأهل النهاردة مستر ريكاردو سوارش المدير الفني البرتغالي الجديد اختار القايمة اللي سافر بيها للجونة للمبيد بيها استعدادا لمباراة الغد مع الجونة في الدور الممتاز القايمة خرج منها بعض اللاعبين يمكن ثلاث لعبين محمد عبد منعم للقاف للتراكم الإنذارات وحسين الشحات وياسر إبراهيم للإصابة لكن القايمة ضمت محمد الشناوي وعالو لطفي ومصطفى شبير محمود متولي ورامي ربيع وحمد فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وآيمن أشرف وقاله ديانج وعمر السلية وصلاح محسن ومحمد مجد أفشا وعلي معلوله ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق والدكتور أحمد أبعاب لطبيب الفريب يأكد أن ألام الركبة وراء غياب الشحات عن قائمة الفريق للمباراة بالإضافة إلى شكوى ياسر إبراهيم أيضا ورغبة الجهاز في إراحته والدفع ببعض العناصر عشان الفترة الجاية المضغوطة جدا مثلا يعني دي نموذج يدي لك فكرة عن ما نقوله هل هناك من يحتفي بإصابة ابن من ابنه حتى لو لم يكن راضيا عنه هل هناك من يحتفي بغيبة لاعب أو سواء لأسباب فنية أو إصابة أو إنذارات لمجرد أن يثبت صحة وجهة نظره أن فيه تراجع في مستوى اللاعب كل لعبة النادي الأهلي أي حد بننتقده يا ما أسعدنا وكانت له لقطات نازه ونفتخر بها يا جماعة الأهلي مش ناقص ضغوط داخلية لأن هناك من الضغوط الخارجية ما يكفي يعني عايزين جمهورنا حقيقي وسبكوا بقى وأنا مش دعلان أن حد ينتقدنا أو حد يختلف معنا لكن دعونا نتفق على حب الأهلي على الأقل ترجمة نانسي قنقر